موسيقى أسعد الله ومساءكم مشاهدين وهلا بكم إلى نشرة الجهات وهذه عنوينها مجلس هيئة الانتخابات يصدق على نتائج الانتخابات البلدية الجسئية والقرار المشترك مع هيئة الاتصال السمعي البصري لتغطية الحملات الانتخابية بوسائل العلامة في القصرين الفرع الجهوي لعمادة المحامين يحتج على نقائص المرفق القضائي ويطالب بتأمين عدد كاف من القضاة والرتب اللازمة لضمان السير العادي للعمل ومشروع تونسي نيطالي لترويج المنتجات الصناعية الغذائية والتقليدية في ولاية تطوين تثمين لخصوصية الجهة وترويج لكفاءة المرأة الريفية في الخارج موسيقى أهلا بكم مجددا الانتلاقة في نشرة اليوم تكون من الشأن الانتخابي فقد أعلن عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل برينسي أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صدق أمسي على نتائج الانتخابات البلدية الجسئية التي جرت في عدد من البلديات في باجا والكاف والقصرينة كما صدق أيضا على قرار مشترك بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري بخصوص تنظيم تغطية الحملات الانتخابية في وسائل العلامة خلال اجتماع عقده أمسي صدق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على نتائج الانتخابات البلدية الجسئية التي جرت يومي السابع عشر والثامن عشر من أوت الجاري في كل من بلديات تبار من ولاية باجا والسرس من ولاية الكاف والعيون من ولاية القصرين لانتخاب مستشارين بلديين جدد في هذه الجماعات المحلية بعد حل مجالسها السابقة المنتخب العام الماضي كما صدق المجلس أيضا خلال اجتماعه على دليلين اثنين الأول يخص تمويل الحملات الانتخابية في حين يتصل الدليل الثاني بمراقبة تلك الحملات وتداول مجلس الهيئة خلال اجتماعه مسألة التسكية البرلمانية التي تقدم بها المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها حاتم بولابيار موضحا أن المجلس قرر متابعة هذه المسألة في انتظار ما سيقرره القضاء بشأنها كما أنه وفق رزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها فأن هيئة الانتخابات ستعلن عن القائمة النهائية للمقبولين للمشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي في أجل أقصاه يوم الحادي والثلاثين من أوت الجاري بعد النظر في مختلف الطعون وستنطلق الحملة الانتخابية في الثاني من سبتمبر المقبل ومن جهة أخرى تمت خلال الاجتماع المصادقة على قرار مشترك بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا للاتصال السامع والبصري الهيكا بخصوص تنظيم تغطية الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام كما تمت أيضا المصادقة على مسائل تتعلق بالتنظيم والشراءات الخاصة بالانتخابات المقبلة ومن المتظر أن تجرى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس يوم الخامس عشر من سبتمبر المقبل على أن تجرى في الخارج أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهرين نفسه في شأن أخرى وفي ردها على اتهام الكونفدرالية التونسية لرؤساء البلديات لها بالسعي إلى جعل خطة كاتب عامل بلدية مؤسسة قانونية مستقلة بذاتها في مشروع الأمر الحكومي المتعلق بالكتاب العامين للبلديات وهو ما يعد ضربا لمبادئ دستور وأحكام مجلة الجماعة المحلية حسب رأيها نفت اليوم وزارة شؤون المحلية والبيئة سعيها إلى وضع يدها على الكتاب العامين للبلديات أو لإنشاء مؤسسة قانونية للكتاب العامين مستقلة بذاتها وأكدت الوزارة تكريسها لمسار لا مركزية واحترامها لمبادئ الباب السابع من دستور وأحكام مجلة الجماعات المحلية وفي مقدمتها مبدأ التدبير الحر وضفت الوزارة أن تسمية في الخطط الوظيفية تتم من قبل رئيس البلدية وفقا لقواعد وشروط تضبط بأمر حكومي وهو في طور الإعداد وبينت أن الكتاب العامين الذين هم أعوان دولة وهم في حالات إلحاق تتعاهد الدولة بمسارهم الوظيفية فيما تتعاهد البلديات بمسار الكتاب العامين الذين هم أعوان بلدية وتضمن حقوقهم واعتبرت الوزارة أن الكتابة العامة للبلديات هي خطط وظيفية ككل الخطط الوظيفية التي يجب تميزها عن الرتبة ورد برائد رسمي الأخي للجمهورية التونسية الصادر في السادس عشر من أوت الجاري أنه تم قبول استقالة لزه القروي الشابي الوزير المستشار الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية وتمت هذه الاستقالة وفق الأمر الرئاسي عدد 136 لسنة 19-2000 والمؤرخ في الخامس من أوت 19-2000 حسب ما جاء في الرائد الرسمي وكان رئيس الجمهورية الراحل باجي قايد السبسي والذي وافته المنية في 25 من جوليا الماضي قد عين القروي وزيرا مستشارا ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية في الثاني من فيفري 15-2000 إثرى طهطوا لكمية مهمة من الأمطار بولاية القصرين سجل انقطاع حركة المرور بطريقة الجهوية رقم 85 على مستوى دوار ستيات عنزيان من معتمدية السبيبة وذلك حسب الإدارة العامة للحرس الوطني التي بيّنت صباح اليوم أنه لا يمكن تحويل حركة المرور ودعت وفق بلغا لوزارة الداخلية مستعملية طريق إلى التعديل من السرعة وأخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيود بقواعد السير والجولان وعدم المجازفة مع استعمال الأضواء أثناء التنقل ويمكن الاتصال بمكتب الإرشاد المروري إدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام التالية 71-963-512 أو 71-964-48 كما يمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطنية على الرقم 193 ونبقى في القسرين حيث نظم الفرع الجهوي لعمادة المحامين وقفة احتجاجية لتحسيس المجلس الأعلى للقضاء بنقائس المرفق القضائي بالجهة وبضرورة تدارك النقص خلال الحركة القضائية المقبلة من خلال تأمين عدد كاف من القضاء وبالرتب اللازمة لضمان السير العادي لعمل المحكمة نفذ عدد من محامي ولاية القسرين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالجهة للمطالبة بإنقاذ المرفق القضائي بالقسرين ومراجعة الحركة القضائية التي لم تنصف المحاكم وتسببت في التقليس من عدد القضاء بحسب المحتجين احنا عملنا الوقف احتجاجي لذي باش نبينه النقائس الموجودة في مرفق القضاء وباش ننبه المجلس على القضاء اللي يتلافها في الحركة القضائية الجاية بتعيين عدد كافي من القضاء وعدد من القضاء عندهم الرجبة باش ناجم الدوائر الموجودة في المحاكمة الابتدائية بالجهة هذه تخدم يوضافوا إلى ذلك احنا نجهوا معكمة الاستناف في القسرين تبقى 15 يوم ما فيهاش قاضي وهذه كارثة يعني انت اذا كان عندك كياني ملف او مطلب افراج او مطلب قضية استعجالية من ساعة الى اخرى لا تجد من ينظر بهذه القضايا لابد من اطر قضائية فاعلة متكونة وتتكون لها وتتوفر لها الرتب ايضا وقفة سندها كتاب المحاكم بالجسرين الذين عبروا عن استيائهم من البنية التحتية المهترئة لعدد من المحاكم ونقص التجهيزات وقلة القضاة للأسف الشديد نعاني في معاناة لمن حيث البنية التحتية وين الكاتب يقى راحته ويقى العمل المتاعه ويستقبل المواطن ان الكاتب محكم الى حد الان ما عنديش كرسي والنقعد ما عنديش بيرو خاص بي والنقعد احنا للأسف الجديد لعنا تنظيم لمن حيث الادارة ولمن حيث المكان ولان العدل اساس العمران طلب محامو القسرين وزارة العدل بدعم محاكم الجهة بالقضاة بمختلف الرتبية وتوفير الأطرة والظروف الملائمة للعمل داخل المحاكم والمتقاضي والمحامي وقد افدت نقابة القضاة تونسيين بان رئيس الحكومة تفاعل خلال لقائه مع عضاء الهيئة الادارية للنقابة مع مطالب القضاة واعرب عن استعداده للنظر في ايجاد صيغة لمراجعة الامر الحكومي المتعلق بمنحة الاستمرار خلال الايام المقبلة وقالت نقابة في بيان لها ان رئيس الحكومة اكد سعيه للمصادقة ونشر قرار الترتيبية الصادر عن المجلس الاعلى للقضاة والمتعلق بالوظائف السامية كما تناول لقاء الوضعية المتردية للقضاة واهتراء البنية التحتية بالمحاكم في الملف الاجتماعي جلسة عمل بمقر ولاية المهدية حول تعريف بشروط الانتفاع بالاجراء الحكومي القاضي بتكفل الدولة بدفع 40% من ديون العائلات المعوزة الخاصة باستهلاك الكهرباء والغاز أكثر من 40 ألف عائلة محدودة الدخل بولاية المهدية ستنتفع بهذا الإجراء هي جلسة عمل بمقر ولاية المهدية بإشراف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي وذلك من أجل تقديم شروط وإجراءات الانتفاع بالإجراء الحكومي القاضي بتكفل الدولة بدفع 40% من دون العائلات المعوزة ومحدودة الدخل إزاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز استيق عندها أكثر من 1800 مليون دينار ديون قسمة بين جماعات مائية بلديات ومؤسسات عمومية وعائلات حاولنا نعالج مسئلة ديون متاع العائلات الاقترح هو والبرنامج هو أن الدولة تتكفل ب40% جزء 40% من ديون متخلدة لستيق نسيدي عندها ثلاثة فتورات مهيش خالصة تهز أوراقها عند العمدة ولا المنتندية وتهز بطاقة تعريفة وتهز فقط التصوير أنها تكون عائلة معوزة ولا عندها كرن أبيض ولا كرن أصفر أكثر من 40 ألف عائلة معوزة بولاية المهدية معنية بخلاص جزء من ديونها إزاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز فيما ستعمل لجنة جهوية في الغرض لتحديد التفاصيل الانتفاعي بهذا الامتياز في المهدية لدينا مقارب 43 ألف عائلة ممكن أنها تتمتع بالبرنامج الجديد اللي عندهم 100 دينار دين الدولة تتكلفله ب40 هو يدفع 60 دينار أول حيث حاجة الديون يجب أن يقبل 15 جولي هذا الآخر أجل وهو 15 سبتمبر عدد العائلات الموزة بالنسبة لوليون المهدية يقارب 7250 عائلة معوزة العائلات اللي هي تتمتع بطاقة الاجترافة المخاوضة أو معبر عن ضعيفة السنة دي تقريبا في حدود 30 ألف عائلة العائلات اللي اليوم معنية بنشور الدعم هي عائلات محدودة الدخل أو ضعيفة الدخل أو عائلات معوزة ما نحنش مش نقتصروا على العائلات اللي مساجلين عنا في البازدورني في كابوزارشون الاجتماعية ممكن زادا نتعديه العائلات اللي هي محدودة الدخل اللي عندها جراية ضعيفة ويشهر إلى أن الخامس عشر من سبتمبر القادم هو آخر أجال تقديم المطالب للانتفاع بخلاص ديوني العائلات المعوزة إزاء الشركة التونسية الكهرباء والغاز فيما سينظر لاحقا في تزديد جزء من ديوني بعض المؤسسات العمومية أمنيا كده اليوم المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام دينج بابلي أن مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بتطوين تمكن تامسي من إلقاء القبض على أحد العناصر السلفية الصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة عشرين عاما بشبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابية مضيفا أن المعنية بالأمر وهو مفتش عن لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس واحد يبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاما وأن عملية القبض عليه تمت بعد نصب كمين محكم مشيرا إلى أنه تمت إحالته على فرقة الأبحاث والتفتيش بالتطوين لإتمام الإجراءات القانونية في شأنه كما حجزت مساء أمس مصالح الدوان بحلق الواد الشمالي مائة وعشرين صفيحة من مخدر القنب الهندي كانت بحوزة مسافر فرنسية الجنسية حل بتونس قادما من ميناء جنوى الإيطالية صفائح القنب الهندية التي بلغ وزنها قرابة 12 كيلو جراما تم الكشف عنها بوسطة أجهزة التفتيش بالأشعة إذا اشتبه عوان الدوان في وجود أجسام داخل عجلة احتياطية لسيارة تحمل ترقيما أجنبيا وبإخضاعها للتفتيش الدقيق من قبل مصلحة تفتيش المسافرين تم العثور على المادة المخدرة أثناء عبور السيارات على جهاز الكشف بالأشعة تشكك الضابط المكلف بوجود أجسام غريبة داخل عجلة الاحتياطية لسيارة يقودها مواطن فرنسي الجنسية وبإخضاعها للتفتيش الدقيق وتفكيكها تم حجز بداخلها على 120 صفيحة من مادة مخدرة تزين حوالي 12 كيلو جرام وبالتحري مع المواطن أفاد بأن عدد 2 أشخاص كانوا بانتظاروا خارج الميناء وبالتنسيق مع مصالحنا بإدارة البحاثة الديوانية تم نسب كمين والقبض على الجزء أطرافها ذومة وباستشارة النيابة العمومية تعهدت لإدارة الأبحاثة الديوانية بالملف القضية لمزيد البحث وتحريب في موضوع البنية التحتية يتذمر مستعملو الطريق بمنطقة العلام من ولاية القيروان من سوء حالة طرقات واهتراء البنية التحتية مطالبين الصلطة المعنية بالتدخل العجل بلدية المكان أكدت بدورها عجزها على تدخل بسبب التكاليف الباهظة التي يقتضيها سلح الطرقات حفر ومطبات على كامل الطرقات المتجهة من مدينة العلا إلى عمادات مسيوتا والنجاز والذهبات أصبحت هاجسا يوميا لمستعملية الطريق الذين طالبوا بتدخل عاجل من سلطة الإشراف جمعي بعد جمع سلح البنتراء من البزيط إلى البزيط كل جمعي نصلح حال الكياس كياسة ذاعة الكار معاش جيل هنا الكار ونقريفة عدنا نقريفة عدنا نقريفة كامل واحد برك رئيسة بلدية العلا أكدت أن البلدية عاجزة ماديا عن التدخل في هذه الطرقات نظرا للتكاليف الباهظة وقد ناشدت بدورها وزارتي التجهيز والشؤون المحلية من أجل التدخل مشكلة فيه معاش طريق قابل للسير احنا وصلنا معناتي لحالة اليأس أننا طلبنا أنه يقع إزالة الطريقة هذه جملة أو بلدية تصبح عاجزة أمام مواطن أنه بيشمشي على يزولد ويقرأ رأو هذه معظلة نطلب من الصلاة الجهوية تدخل العاجل رأي ذات أولوية قصو وللإشارة فإن بلدية العلا تقدمت بشكوى لوزارة التجهيز بعد ثبوت تجاوزات في أشغال طريق الذهبات المنتهية أشغاله منذ أشهر قليلة خلال لقاء جهوي تحت شعار تطوين السمحات تم عرض مشروع لتثمين خصوصيات جهة تطوين في مختلف القطاعات التقليدية والغذائية وترويجها علامة مميزة للجهة في الأسواق المحلية والعالمية هذا المشروع الذي استفادت منه مجموعة من النساء في المناطق الرفية بتطوين تم إنجازه في إطار شركة تونسية إيطالية في ولاية تطوين يستمر إنجاز مشروع لتثمين خصوصيات الجهة في مختلف القطاعات وترويجها كعلامة مميزة للجهة في الأسواق المحلية أولا وقت حامل الأسواق الدولية في وقت لاحق في سياق تعاون تونسي إيطالية خصوصي أنه يركز على المنتجات المحلية بالجهة واللي متركز خاصة في خمس مناطق ريفية وأساسا مواجهة للمرأة الريفية حتى تنميط قدراتها العناية بها وتحسين دخل المرأة الريفية تمكننا خلال هذا المشروع من أن ننجو على الأقل أكثر من 48 منتوج وهو مناها ذوقي معالية غذائية تجميلية حققنا عديد نتائج الهام حيث تمكننا من تكوين خمس مجموعات نسائية منظمة ومجهزة ومؤطرة لعداد منتوجهين بطريقة مهنية وقدم عرضه في الأسواق وتمكننا أيضا من تطوير علامة مسجلة تستطيع من خلالها صاحبات المشاريع تقديم منتوجهين المحلي بصفة آمنة وقد سجلنا إلى حد الآن نتائج قصدية هامة لفائدتهم مشروع بلغ مراحله الأخيرة تم عرض ما تم توصل إليه من نتائج في لقاء جهوي ضم مختلف المتدخلين في إنجازه لسيما صاحبات أفكار المشاريع في المناطق المستهدفة بولاية تطوين الهدف الذي نستغل عليه اليوم بشكل علمي هو أن نعمل لابال تطوين نعمل علامة هذا يكون للتعريف بالمخزون هذا لخلق إدعام أو مشاريع في إطار المشاريع الصغرى وبالأساس يكون المنتوج قابل للتسويق سياحيا يكون جالب الاستثمار من الأرض إلى الدخلة مشروعا تونسي إيطالي نموذجية حقق بحسب متابعيها نقلة نوعية في هذه المناطق ذات الخصوصية مثل قسر الفرش والدويرات وبير ثلاثين من المنتظر أن تعمم نتائجه على بقية التجمعات السكانية ذات الخصوصية تحتضن تونس على مدى يومين فعاليات دورة الثانية لمنتدى الشباب في المنطقة العربية الذي ينظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان حول موضوع المعرفة في خدمة الشباب في الدول العربية ويمثل هذا المنتدى فضاء لتعزيز فرص التبادل الثقافي بين الشباب بالمنطقة العربية أكثر من مائتي شاب وشباب من مختلف البلدان العربية شاركوا في منتدى للشباب العربي في نسخة ثانية منتدى مثل فرصة لتعزيز قدرة الشباب على إنتاج المعرفة والوصول إلى نشرها واستخدامها عبر طرح آرائهم ومنقاشتها الشباب العربي يجب أن يوصل صوتهم من خلال تقديم أفكارهم والمشاركة في الوركشوب يكونوا نقاشات يوصلوا فيها المهارات تمتاحهم آرائهم ويشاركوا بها إن كانت ثقافية سياسية اجتماعية فما مساحة كبيرة من الحرية فما زادة مساحة كبيرة من الابتكار فما تنوع الجنسيات اللي خليك تتعرف على برشع بدخرين من متين مشارك استعمال المعرفة في تطوير الشباب وهذا الشيء اللي ينقص الشباب في المنطقة العربية يعني كيفية استعمال المعرفة لحسن تطوير البلد وفي كل المجالات الفكرة إنه كيف المعلومات إحنا من خلالها نجعلها ذات قيمة عالية أو تكون لا قيمة لها كيفية تدوير هذه المعلومات ما بين الشباب وطبعا وسائل التواصل الآن يعني فتحت المجال أمام الجميع ليتواصلوا ويكونوا أكثر من مجرد قرية صغيرة ويهدف المنتدى إلى تطوير المبادرات الإقليمية الرائدة وتنفيذها وسيعمل الشباب المشارك على اعتماد منصة إقليمية تعتبر آلية تواصل لشباب الوطن العربي فيما بينهم مسألة المنصة الإقليمية أو الآلية التي تجمع الشباب في المنطقة العربية والشباب سيقوم بإنتاج يعني تصور لهذه المنصة الإقليمية في أربع ورش متوازية سيقوم الشباب بتطوير مشاريع إقليمية وسنشرف نحن على دعم تنفيذ هذه المشاريع بعض المشاريع لها علاقة بآلية تطبيق إدماج الشباب في تنمية المستدامة سيكون جزء يتعلق بنقاشات السياسات الحكومية وكيف تقوم السياسات الحكومية بإدماج الشباب ومشاريعهم المتدى يتوصل على مدى ثلاثة أيام للخروج بمبادرات ومشاريع تتلأم وتطلعات الشباب قابلة للتنفيذ وفي الختم نذكركم مشاهدين بعنوين نشاتنا مجلس هيئة الانتخابات يصادق على نتائج الانتخابات البلدية الجزئية والقرار المشترك مع هيئة الانتصال السمعي والبصري لتغطية الحملات الانتخابية بوسائل الأعلام في القصرين الفرع الجهوي لعمادة المحامين يحتج على نقائص المرفق القضائي ويطالب بتأمين عدد كاف من القضاة وبالرتب اللازم لضمان السير العادي للعمل ومشروع توليسي نيطالي لترويج المنتجات الصناعية الغذائية والتقليدية بولاية تطوين تثمين لخصوصيات الجهة والترويج لكفاءة المرأة الريفية في الخارج وكالعادة مشاهدين بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية نشكر ومتابعتكم وإلى اللقاء